منظومة الشكاوى تواجه محاولات بعض التجار احتكار أنواع من السلع والحكومة تنفي صدور قرار بوقف برنامج تكافل وكرامة شكري يواصل زيارته إلى جاكارتا ويسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس الإندونيسية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومسكو تتهم كييف بعرقلة المحادثات الثالثة في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشوط أكبرية مفصلة تأتيكم إلى تلفزيون المصرية أهلا بكم تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضبط الأسواق ومواجهة كافة أشكال الاحتكار نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في الاستجابة لعدد كبير من شكاوى المواطنين في هذا الشأن وذلك من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات ومختلف الأجهزة والجهات الحكومية خلال الأيام الماضية وفي بيانا له أكد مدير المنظومة طريق الرفاعي أن المنظومة واجهت محاولة بعض التجار احتكار أنواع من السلع أو حكبها وكذا بيع بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات واستغلالا للأحداث العالمية الرهنة مشيرا إلى أن المنظومة قام بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالتعامل مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعة بشأن صدور قرار بوقف برنامج تكافل وكرمة نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة 2021-2022 وأكد المركز الإعلامي انتظام صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرمة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام طالما تتوفر بهم جميع شروط الاستحقاق تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 133 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 357 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 140 طن سلع غذائية من دقيق وزيت طعام وسكر وأرز ومكارونا وكذلك ضبط 3400 طن دقيق مدعم في مجال الاستلاء على السلع المدعمة وضبط ما يزيد عن 113 طن في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي الاستلع الغذائية فضلا عن ضبط 10 أطنان أثمنت من في مجال حجب مواد البناء هنأ فضلت الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الرئيس عبدالفتح السيسي والفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة قادة وضبطا وجنودا وجموع الشعب المصري وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير طابة والذي يوافق التاسع عشر من مارس من كل عام وخلال التهنئة أكد مفتي الجمهورية أن تحرير طابة ما كان ليتم إلا ببذل أرواح الشهداء وبالجهد والمثابرة حتى استطعنا تحرير آخر شبر محتل من أرض مصر الغالية كما أوضح دكتور شوق علام أن هذا اليوم العظيم يعد رمزا ودليلا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها الجيش المصري وما تقوم به الدبلوماسية المصرية من أجل رفعة الوطن وإحراز حرية واستقلاله شارك وزير التنمية المحلية محمود شعرا باحتفالات الذكرى الثالثة والثلاثين لعودة طابة للأراضي المصرية واحتفالات العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء هذا وأكد وزير التنمية المحلية أن تثمارات الدولة في شبه جزيرة سيناء تجاوزت 650 مليار جنيه خلال سبع سنوات مشيرا إلى أن الدولة المصرية مستمرة في عملية البناء والتعمير وإقامة العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية بمناطق محافظة جنوب سيناء على أنغام هذه الموسيقات العسكرية انطلق الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير طابة ورفع العلم المصري ليرفرف في سماء جنوب سيناء التي عادت بالكامل لسيادة هذا الوطن في مارس من عام 1989 احتفال جاء بحضور عدد من الوزراء وأهالي سيناء تعبيرا عن اعتزازهم بهذه الذكرى الغالية وتأكيدا على تمسك الدولة بكل شبر من أراضيها محافظة هنا والمدينة بصفة خاصة إن شاء الله بتحزن بكتنمية شملة على مستوى من أولى للمحافظات التنمية لأصبحت بيئة خضراء فيها بإذن الله تعالى زي ما شفنا جنوب سيناء هي مقصد سياحي وتراثي والاهتمام بها زي من خلال سياسية لأصغر شخص موجود هذه اللحظة التي نرفع فيها العلم على هذه الوقعة الطيبة من أرض مصر سابختها لحظات قوية وكبيرة ينبغي أن تدرس وأن تدرس وأن تكون في وعيك عندما تتكلم وتعمل لأجل مصر الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير طابة يتزامن مع قطار التنمية الذي وصل لطابة بإقامة العديد من المشروعات التي يأتي على رأسها إقامة 120 منزلا بدويا بقرية رأس النقب الأمر الذي عاد بالفرحة على أهالي طابة خلال هذا الاحتفال 33 عاما على استرداد هذه المدينة التي عادت بدون إراقة دم واحدة لتظل سيناء شاهدة على كفاح وبطولات عسكرية وسياسية مصرية وخلال لقاء أجره مرسل التلفزيون المصري من طابة محمود جميل أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودا أهمية العمل على نشر الوعي بقضية عودة طابة إلى أرض الوطن من التفاصيل عن هذه المشروعات وعن التنمية التي تتم هنا في محافظة جنوب سيناء وتحديدا في مدينة طابة يسعدني أن أرحب بسيادة اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء برحب بحضرك فانديم على شاشة تلفزيون المصري كل عام وحضرتك والمصريين وأهالي سيناء بخير يمكن الذكرى الثالثة والثلاثين يعني مصحوبة بعديد من المشروعات التي تم افتتاحها وحضرتك كمان وضعت حجر أساس بعض المشروعات الأخرى مظاهر الاحتفال والإنجازات التي تتم في مدينة طابة احتفالا بالذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير طابة في الحقيقة طبعا هو الاحتفالات عندنا بتاخد شكل مختلف شوية احنا الاحتفالات هندها بتقوى ثلاثة ايام خميس جمعة سبت احنا بدأ أنها مبارح من البوابة الرئيسية بعيدنا طابة من القرية اللي انضمت إلينا جديدة لها قرية تراصل نقب زي ما قلت لك قبل كده في أحد اللقاءات قلت لك ان احنا للسعدادات ما بتبقش قبل الاحتفال بيوم ولا اثنين احنا بدأ اللي السعدادات دي من أول الشهر انا رحت شدورة القرية وشفت مطالبهم ايه وعملت اتصالات بالمسؤولين وكم من نتائجها القاتي افتتاح او وضع حجر اساس 120 وحدة بدوية في مدينة ناصل نقب وبعدين جبت مئة رفز سيد وزير التنمية المحلية موجود معايا السيد جريس جهاز التعمير موجود معايا عشان هو اللي حيشتغل المنطقة دي هتكالب 72 مليون جنيه وبعدين مش كده وبس لا دي هتبقى فيها بقى مكتب بريد وهتبقى فيها مدرسة وهتبقى فيها مسجد وهيبقى فيها وحدة لتضامن مكتب بريد وكلام دا كله هم كان مطالبهم كلها يتلخص في ان هم عايزين موضوع تكافل وكرامة يخشوا في هذا المشروع عايزين مية عايزين بير مية عايزين طبعا بريد عشان يقدروا يتحولوا كرنة بتاعتهم من شامل سينة لجنوب سينة عايزين يقبضوا ويروح يصرفوا ويريبضوا ببضوا مكان بعيد فدي كلها مطالب احنا لبيعنهم بارح كنا ملبينا بوضع حجر اساس اللي هي مية عايزين وحدة النهاردة طبعا ايضا فقطنا حجر اساس محطة تحلية خمسة تلاف فتر بكعب مية في اليوم تكلفة تكلفة مية وخمسين مليون جنيه النهاردة برضو يمكن بعد الاحتفال هنروح نفتتح اعمل من اعمال السدود والبحيرات هنا في مدينة الطابة مدينة الطابة مشهورة طبعا بالسيول وكلام من في الحقيقة طبعا هنكمل بعد كده على المسجد السلام الخطبة كلها هتوزع يمكن قبل الخطبة بس احنا هنرفع العالم دلوقت ودي بعيد للازهان ذكرى رفع العالم للطابة وذكرى عودة الطابة الى الوطن الام لازم الولاد انا بجيب بحرص اجيب الشباب بحرص اجيب الولاد يشوفوا اللقطة دي وبحرص نويون قال على الهواء لمصر كلها عشان الناس تسأل ايه رفع العالم ده لازم يعرفهم ان رفع العالم ده كان من 33 سنة كان بمشكلة مع الجانب الاخر واحنا حلناها وكسبناها بالتحكيم الدول لازم الناس لازم الشباب لازم المصرين يعرفوا الكلام بكله عشان كده انا اعمل عندي انا في محافظة كسينة المحاضرة الاولى بكرة عن عودة الطابة في المدارس لازم لازم الوعى ده ينتشر ولازم الولاد يعرفوا ولازم بتعلموا ولازم يعرفين ايه اللي بيحقص ان شاء الله بالليل احنا هنكون في شرم الشيخ في حفلة برضو عشان الحفلات تتوزى عن مدينة كلها بكرة في حفلة في الطور يبقى انت احتفلت في طابة احتفلت في شرم الشيخ احتفلت في الطور اعملت حالة فرحة وسعادة وبهجة والناس تحس ان ده عيد قومي فقلا وعيد وطني جدا في برضو افتتاحات في الطور في افتتاحات في رصد في افتتاحات في دهب تختلف انواعها بقى من مدارس لسدود لبحيرات لجوامع يعني دي طبعا محافظ عايز اتكلم مع حضرتك يمكن طابة بتتمتع بموقع جغرافي متميز وبها مقاومات سيحية كبيرة جدا لكن من اهم المقاومات السيحية دي مطار طابة يعني مطار طابة طبعا اللي اصبح بينتمي اداريا لمحافظة جنوب سينا واهمية مطار طابة في جذب السياح وتشجيع السياحة طبعا في مدينة طابة هو طبعا عشان نخلي طربة طابة يبقى تابع جنوب سينا لازم بيبقى فيه تعديل للحدود الادارية تعديل للحدود الادارية لازم بيقى فيه قرار جمهوري فاحنا مشينا في السيكونس الترتيب لان احنا نحوله لجنوب سينا مشينا صح خطبنا للجهات الرسمية خطبنا الدولة وصل الموضوع للسرط الرئيس سرط الرئيس امر واصدر قرار جمهوري بتحويل بتعديل الحدود الادارية بتعديل الحدود الادارية نتك عنه ان احنا مطار طابة بقى تابع لمحافظة جنوب سينا وقرية راس النقب اللي انا بكلمك عليها دي دخلت دمن الحدود الادارية بقى تابع محافظة جنوب سينا عشان كده احنا تحركنا وروحنا وشفنا مطالب ولادنا ايه مراسم تقول بقى المحافظة محتاجين ايه عندهم مشاكل ايه واقعد معاهم وبعدت المدرين كلهم قعدوا معاهم عشان نعرف ونحل مشاكلهم مع الطبيعة ده في الحقيقة موضوع المطار بعد كده المطار ده هينزل على الخرايط وهينزل على الخرايط بلون الطابة طول الطابة تقريبا اصفر او اقدر انما احمر كان قبل كده احمر فاحمر دي ما يجيب لكش ولا طارة تنزل عندك وبترتفع اصعار التأمين التأمين الطارات بترتفع جدا ومحدش بخاف ينزل المطار طو احنا خدنا المطار ده بقى جنوب سينا بينزل على الخرايط دلوقتي تابع محافظة جنوب سينا وتتوالى بقى عملية السياحة ان شاء الله وزود الطارات وكذا السيادة اللي هو خالي تفود دايما مهتم بالمواهب والشابة ويمكن ده يعني لمسناه من خلال دعم حضرتك ليهم في الحفل اللي اقيم بالامس ويمكن فيه نهضة ثقافية فنية موجودة في محافظة جنوب سينا عندي عندي ولاد انا برعاهم يعني اللي انتو شفتوه من نار ده انا برعاهم كان عندهم سبع سنين ثمان سنين يعني النهاردة شفته وعندنا عندي كمان ولد مبارح القراء القرآن وطلع الاول لا احنا بنتمي بالمواهب كلها ويعني مدينهم يعني فترة فترة برعاهم وبدعوهم لاي احتفال بتعملوا المحافظة عشان يقفوا على المسرح ويتعودوا على الجمهور ويمكن مبارح وزير الشباب اخذ البنت اللي اسمها أروه قال لها انت هتتضمي على الكونسورفاتوار هتتضمي على الوركسترا هتتضمي على الوركسترا ان شاء الله وانتي معانا واحنا طبعا نبدأ نساعد ديناهم هدايا عشان ننفع منه ونحفز منه اخيرا رسالة اللواء خالد فودة من ساحة العالم في الذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير طبعا احنا بنوعد الشعب المصري باستمرار وشعبا محافظة ان احنا نحافظ على هذا المكان نحافظ على زي المنطقة الجميلة نحافظ ونطور فيها والي الاحسن ان شاء الله تحت رعية الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعالية مبادرة كلنا واحد التي تدخل يومها الرابع وتشهد اقبالا كبيرا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع المختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك بنسب تخفيض تصل الى 60% المواطنين مبادرة مهمة عشان يتوفر السلع بأسعار أرخص المبادرة الأسعار فيها حلوة جدا 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 فأنا عن نفسي كمواطن والله أعز علىكم ربنا يخللنا الرئيس ويرخص لنا كل حاجة وهنا أحسن من بره وفضل ورق نعمة من ربنا تتوالى ردود الأفعال الإيجابية حول مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها الثانية والعشرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتوفير السلع بأسعار مخفضة في ظل نجاحها في الوصول إلى المواطنين على مستوى الجمهورية السراحة فيه تخفضات يعني عن بره حتى في السكر مثلا بره ب13 هنا بعشرة ونصف يعني فيه فر في الزيت بردو كذلك الأمر فيه فر نشكر الرئيس على المبادرة الجميلة دي ومبادرة حلوة وياريت على طول طول السنة المبادرة والأسعار جميلة جدا 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 ومع تواصل فعاليات مبادرة يزداد إقبال المواطنين على شراء السلع بتخفضات تصل إلى 60% مبادرة جميلة جدا تبع تحت رعاية سدر في التحسيسي ويعني هو مشكور بسعيدنا وواجف معنا وجمبنا ربنا يخليه ويبارك لنا فيه تتصابق السلاسل التجارية التي يصل عدد أفرعها إلى 993 فرعا بكل المحافظات على طرح منتجاتها بجودة عالية وبأسعار مخفضة في إطار المبادرة وهو ما تؤكد عليه اللافتات الموضوع على السلع المعروضة هي المبادرة كويسة جدا بسم الله ما شاء الله والأسعار مختلفة عن بره بكتير أنا شايف يعني بعض الأواق كده الأسعار هنا تقريبا مصر تنتشر الشوادر والمنافذ والسرادقات بكل المحافظات والتي أقامتها وزارة الداخلية بالتنسك مع كبار المواردين والتجارة وتشهد وفرة في المعروض من السلع بكافة أنواعها وإقبالا من المواطنين عليها فضلا عن المنافذ المتحركة التي تمثلها قوافل السيارات الموجهة إلى المناطق الأكثر احتياجا ليستفيد منها المواطنون من قاتل تلك المناطق سعادة الرئيس اللي هو بيعمله دمعان الله يبارك له والله يكفيه شر المرض اللي هو بيعمله دمعان ده ومخللنا دي رخيص ومخللنا الرز رخيص ومخللنا السق الرخيص نحن بلدنا كويسة والله يعني زيزت زي 800 34 و 32 هنا جرب 27 جنيه منافذ أمان الثابتة والمتحركة حرصت على المشاركة في فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد في ظل انتشارها في كل المحافظات بمنتجات تتسم بالجودة العالية إضافة إلى إعداد عبوات تحتوي سلع أساسية تباع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50% كرتولة فيها كل حاجة سكر وزيت وسامة وشعرية ورز وكل حاجة نحب نذكر في خامة الرئيس إنه هو حسب الناس وحسب شعب مصر وخفف عليهم الظروف اللي موجودة الحاجة كلها جوم وممتازة وأسهارها حلوة جداً الرز والمكارونا والسكر وكل الحاجة واليميش كمان أسهار حلوة قوي والله يا رئيس أقوله يعني تشكر على الأسعار اللي أنت بتعملها والخدمة اللي أنت بتقدمها للمواطنين واللمسة الجميلة اللي أنت بتقدمها كل رمضان لكل مواطن مصر وتتكامل بذلك جهود وزارة الداخلية مع جهود الدولة نحو تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتوفير متطلبات البيت المصري بأقل تكلفة ممكنة في ظل المتغيرات الدولية والمحلية التي تؤثر على أسعار السلع تأتي مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الثانية والعشرين والتي تطلقها وزارة الداخلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن كهل المواطنين في ظل المتغيرات المحلية والدولية تستطيع هذه المبادرة أن تلبي احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة عبدالله بركات التلفزيون المصري سلم وزير الخارجية سامح شكري لرسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وذلك في مستهل زيارته الحالية لإندونيسيا وفي ثالث محطات جولته الأسيوية هذا وتنولت الرسالة مكمل موضوعات التعاون الثنائي وأطرأ التعاون المشترك بين البلدين وصبول تعزيزها بما يتنسب مع تطلعات البلدين فضلا عن تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 وخلال اللقاء أعرب شكري عن تطلع مصر لإعطاء المزيد من الزخم لكافة أوجه العلاقات بين البلدين وكذلك أهمية مواصلة التشاور بين البلدين على ضوء الرغبة في تنسيق المواقف بما يتنسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين مشاركة سيد الرئيسة فتعزز من أوجه النجاح مخرجات هذا المؤتمر خاصة بصفة رئيس لمدموعة العشرين مصر واندونيسيا يتمتعان بعلاقات قاوية تاريخية وثقافية استمرت لأقود كلا الدولتين حظية بتجربتين تاريخيتين كلاهما كافحا من أجل الاستقلال دشنا التضامن الأفرو السيوي وأسس معا حركة عدم الانحياز مصر واندونيسيا يعملان بازلين كل القرد لتحقيق التنمية والرخاء لشعبيهما نحتفل هذا العام بذكر مروض 75 عاما على تأسيس الألقات الدولموسية بين بلدين وقع وزير الخارجية سامح شكري مذكرة تفاهم مع نظيرة الاندونيسية ريتنو مارسودي وذلك خلال زيارته إلى اندونيسيا ضمن جولة الأسيوية وأوضحت وزارة الخارجية أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء اللجنة المشتركة بين مصر واندونيسيا كما وقع وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة البيئة والغبة الاندونيسية سيتي باكار على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة بين البلدين كان شكري قد عقد في وقت سابق مباحثات مع وزيرة البيئة الاندونيسية وذلك في إطار زيارته الحالية إلى جاكارتا إلى ذلك بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزيرة المالية الاندونيسية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واندونيسيا وفي بيان للخارجية أكد أنه تم الإعراب عن تطلع الجانبين لمواصلة التنصيق بينهما خلال الفترة القادمة آخذا في الاعتبار استضافة اندونيسيا القادمة وترأسها لمجموعة العشرين جي توينتي واستضافة مصر المقبلة لدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب سابعة وعشرين كما التقى وزير الخارجية سامح شكري مع أميني عام رابطة دول جنوب شرق أسيا ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف حيث بحث اللقاء كافة أطر التعاون بين مصر والرابطة يتوجه رئيس مجرس النواب المصاشار الدكتور حنفي جبالي على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى إلى مزينة بالي الأندونيسية يأتي ذلك للمشاركة في أعمال الجامعية المائة واربع واربعين للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة والمقرر عقدها خلال الفترة من عشرين إلى الرابع والعشرين من مارس الجاري ومن المقرر أن تعقد خلال هذه الاجتماعات دورة المائتين وتسعة للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي كما سيلقى المزشار الدكتور حنفي جبالي كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع مناقشة العامة للجامعية حول الوصول إلى صفر انبعاثات وحجد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ كما ستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطا مكثفا في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع إعادة التفكير وإعادة صياغة نهج السلام بهدف تعزيز السلام الدائم اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولف شولتس القوات الأوكرانية بارتكاب جرائم حرب مؤكدا أن كييف تعرقل المحادثات مع موسكو وذكرت الرئاسة الروسية أن الرئيس بوتين لفت إلى قصف القوات الأوكرانية أحياء سكنية في مدينة داي دوناتسكو وماكيفكا ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا محملا الغربة المسؤولية وأوضح الرئيس الروسي بحسب البيانة للقوات الروسية تفعل كل ما بوسعها من أجل إنقاذ حياة المدنيين من خلال فتح ممرات آمنة لخروج المواطنين من المدن الموجودة ضمن منطقة القتال مشيرا إلى إجلاء حوالي 43 ألف شخص من مدينة ماريوبال الأوكرانية والمطلة على بحر أزوف خلال عملية إنسانية أعلن الكريملين أن رئيس فلاديمير بوتين نقش العملية العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا مع مجلسه الأمني اليوم كان الرئيس الروسي قد أكد أن هدف ما أسماها بالعملية الخاصة هو تجريد أوكرانيا من قدراتها العسكرية وحماية الأمن القومي الروسي أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن المباحثات بين موسكو وكييف مستمرة عبر الفيديو كونفرانس مشيرا إلى أن التواصل بين روسيا وأوكرانيا سينهي ما يحدث في كييف بشكل أسرع ولفت بيسكوف إلى أن روسيا تبذل جهودا كبيرة وهي مستعدة للتفاوض بشأن التسوية في أوكرانيا من جانبها أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية تتضمن بحث مسائل عسكرية وإنسانية وسياسية أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف أن ما يجري في أوكرانيا يعكس النهج الغربي الرامي إلى تهميش روسيا وأضاف لفروف في مقابلة تلفزيونية أن العقوبات ضد روسيا حاليا غير مسبوقة مشددا على أن بلاده لن تصمد أمام هذا الموقف الجولة الأخيرة والحزمة الأخيرة من العقوبات تحمل صفة غير مسبوقة وكما قال بوتين فهناك حوالي خمسة ألاف عقوبة أو إجراء تقيدي وهذا أكثر من أي عقوبات فردت ضد كوريا الشمالية أو إيران ونحن نقول وكنا دائما ما نقول أن العقوبات تقوين وتعزز قدرتنا والعقوبات في 2014 عندما لم يتمكن الغرب من قبول رغبة وإرادة سكان شبه جزيرة القرم في الانضمام إلى روسيا أعلنت وزارة الدفاع الروسي أن الجيش الروسي وحلفائه يقاتلون الآن في وسط مدينة ماريوبول الميناء الأوكراني لستراتيجي المحاصر في جنوب شرق البلاد وقال المتحدث باسم الوزراء إيغوري كوناشينكوف في ماريوبول إن القوات الروسية والإنفصاليين باتوا يسيطرون على 90% من أراضي منطقة لهانسك قال الرئيس الأوكراني بلودي بير زيلنسكي أنه تحدث مع رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسلا واندرلاين وإن بلاده تتوقع إحراز تقدم في طلبها للانضمام إلى اتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة واضف زيلنسكي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي أنه أجرى محادثة جوهرية مع رئيسة المفاوضية الأوروبية وأن رأي المفاوضية الأوروبية بالشأن طلب أوكرانيا الانضمام للتحاد الأوروبي سيكون جهزا في غضون بضعة أشهر أعلنت سلطات مدينة كييف أن 222 شخصا قتلوا في العاصمة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية بينهم 60 مدنيا وأربعة أطفال وأضفت إدارة كييف في بيان لها أن 889 أخرين أصيبوا بجروح بينهم 241 مدنيا أسابيع ثلاثة مضت على العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية وأسبوع رابع بدأ منذ اندلاعيها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي نزاع اندلع بين الطرفين وعمت أصداؤه العالم أجمع أكثر من 20 يوما مرت شهد النزاع خلالها كل وسائل الضغط العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية واستطى صعيد في معارك العقوبات بين الغرب الداعم لأوكرانيا من جهة وروسيا من جهة أخرى ورغم تزايد الحديث عن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف تتواصل العمليات العسكرية وتبادل الاتهامات باستهداف مدنيين بين الطرفين أما على صعيد حصيلة الخسائر في صفوف العسكريين خلال الفترة الماضية فتضاربت الأرقام المعلنة من الجانبين في حين لم تعلن روسيا وأوكرانيا عن أي حصيلة الخسائر في صفوف جيوشهما مؤخرا واكتفى كل جانب بآلان خسائر الآخر فقط وعلى خط نزاع تصاعدت أزمة الفرين واللاجئين إلى دول الجوار لتزيد المشهد تعقيدا مع تواصل التحذيرات الأممية من تدهور أوضاعهم الإنسانية وما بين الأوضاع على الأرض والتحذيرات العالمية يبحث النيتو عن تأمين نفسه من المارد الروسي بخطط جديدة تشمل نشر مزيد من القوات والدفاعات الصاروخية في شرق أوروبا أعلن عمدة مدينة لفيفي الأوكرانية أن الصواريخ الروسية قد قصفت منطقة واقعة بالقرب من مطار المدينة إلى أن المبنى نفسه لم يتعرض للقصفة وفي تصريحات صحفية حث عمدة المدينة المواطنين على عدم نشر الصور من موقع القصف والاحتماء في حال استمرار الغارات الجوية وأضاف عمدة المدينة أن العديد من الصواريخ قصفت منشأة لصيانة طائرات بالمدينة مما أدى إلى تدميرها مما أدى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اكد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاولي جيان ان موقف الصين حول قضية اوكرانيا موضوعي وعادل وبناء وخال من اللوم وفي مؤتمر صحفي اشت اضاف تشاو ان بلاده تبذل جهودا ايجابية لتهدئة الوضع في اوكرانيا وهي ملتزمة بتعزيز محادثات الثلام وتقديم مبادرتها لحل الازمة الحالية الصين كانت موضوعية واتخذت موقفا موضوعي ازاء هذه الازمة منذ ان بدأت في اوكرانيا وكننا نتخذ منذ البداية تدابير لتعزيز المحادثات الدبلوماسية وطبعا نحن نقوم بجهود دبلوماسية وهذا ما شهد عليه المجتمع الدولي خلال هذه الفترة الماضية ما تقدمه الصين الى اوكرانيا هي مساعدات انسانية ضرورية مثل الاغذية والاطعمة للاطفال والردع وملابس دافئة وما الى ذلك اعلن وزير الدفاع البريطاني بين واليس ان بريطانيا ستنشر احدث منظومتها للدفاع الجوي الصاروخي المتوسط المدى في بولندا وقال واليس بعد اجتماع مع نظره البولندي ماريوس بلاشاك ان بريطانيا تتضامن مع بولندا كحليف في حلف شمال الاطلسية خصوصا انها تتحمل الكثير من اعباء تبعات الحرب في اوكرانيا وبمجب اتفاق عسكري جديد مع بولندا ستساعد بريطانيا وارسو في تطوير نفس منظومة الدفاع الصاروخي هذه ولم تكشف بريطانيا عن موعد وفترة نشر منظومة سكاي سايبر على الاراضي البولندية كما اعربت نائبة رئيس الوزراء الاوكراني رينا فرشتشوك ان بلادها تأمل في اجلاء المدنيين من مدن وبلدات على خط جبهة القتال مع القوات الروسية من خلال تسعة ممرات انسانية من جانبه اوضح حاكم منطقة لوهانسك الواقعة بشارك اوكرانيا ان القصف المتكرر الذي تشنه القوات الروسية يحول دون اجلاء المدنيين من البلدات والقرى الواقعة على الخط الامامية هذا وتأمل السلطات الاوكرانية في التوصل التفاق لوقف مؤقت لاطلاق النار بحلول السبت وذلك من اجل السماح للشاحنات بتوزيع الغذاء والدواء وغيرهما من المساعدات اعلن حرص الحدود البولندي ان اكثر من مليوني لاجئ قد دخل بولندا قادمين من اوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية هذا واوضحت بولندا ان النسبة الاكبر من اللاجئين من النساء والاطفال اعلن رئيس الوزراء النرويجي يونال سيجار ستور امام البرلمان ان بلاده تعتقد انها ستستقبل قرابة 30 الف لاجئ اوكراني في هذا العام لكنها تستعد الوضع يصل فيه عدد اللاجئين الى 100 الف مع فرر المزيد من الاوكرانيين بعد العملية العسكرية الروسية كانت السلطات النرويجية قد اعلنت في وقت سابق وصول نحو 2000 لاجئ من الاراضي الاوكرانية خلال الاسابيع الثلاثة الماضية فرضت استريليا عقوبات على 11 مصرفا ومؤسسة حكومية روسية اخرى بما في ذلك صندوق الثروة الوطنية ووزارة المالية وفي بياننا قالت وزيرة الخارجية الاسترالية ماري سيباين ان قائمة العقوبات تشمل صندوق الثروة الوطني لروسيا ووزارة المالية في روسيا للتحادية موضحا ان عقوبات استرالية تؤثر على جميع هياكل الدولة الروسية المسؤولة عن اصدار او ادارة الديون السيادية اعلنت اليابان تجميد اصول 15 فردا وتسع منظمات روسية بما في ذلك رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لقوات المسلحة الروسية ونواب وزراء الدفاع وذكرت وكالة الانباء اليابانية ان هذا التدبير الجديد يرفع عدد الافراد والمجموعة الروسية الخاضعة للعقوبات اليابانية الى ما مجموعه 95 فردا ومجموعة طالب وزير الاقتصاد الالماني روبرت هابك بالحد من قوة الرئيس الروسي فلانمير بوتين وتدميرها في الوقت ذاته عارض هابك دعوات لوقف واردات الطاقة من روسيا على الفور قبل تأمين سلاسل الانداد من النفط والغاز حتى لا يكون لتلك الخطوة مرضود عكسية على الدول الاوروبية حضت وكالة الطاقة الدولية للحكومات على تطبيق اجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غدون اشهر على وقع المخاوف المرتبطة بالامدادات الناجمة عن العملية العسكرية في اوكرانيا هذا وافادت وكالة الطاقة الدولية ان المقترحات العشرة التي وردت في تقريرها وتشمل زيادة العمل عن بعد وخفض الحدود القصوى للسرعة بامكانها خفض الاستهلاك بالاقتصادات المتقدمة بنحو مليونين وسبعمائة الف برميل يوميا خلال الاشهر الاربعة المقبلة بينما تتواصل العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا تكثف مختلف دول العالم من اجرائتها للسيطرة على موجة التضخم التي فجرتها الازمة محاولات مختلفة من المحيط الى الخليج تحاول كبح دماغ التدعيات السلبية للازمة الاوكرانية وسط مخاوف من اطالة امدها اجراءات اقتصادية عديدة اتخذتها عدة دول في محاولة للسيطرة على موجة التضخم التي تضرب الكثير من البلاد متاثرة بتداعيات العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا التي القت بالغلالها على العالم في الولايات المتحدة وبهدف السيطرة على ارتفاع التضخم اعلن الاحتياطي الفضرالي الامريكي رفع معدل الفائدة الاساسي بربع نقطة مئوية في اول زيادة للمعدل منذ بدء تفاشي فيروس كورونا رئيس الاحتياطي الفضرالي جيروم باول اكد انه على الرغم من ان عودة التضخم الى الهدف البالغ 2% سيستغرق وقتا اطول من المتوقع الا ان الاقتصاد الامريكي في وضع جيد وقادر على الصمود امام رفع معدل الفائدة وفي القارة الاوروبية رفع بنك انجلترا اسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي حيث صوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك لصالح زيادة بـ 25 لقطة اساس حيث صوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك لصالح زيادة بـ 25 لقطة اساس لسعر الفائدة الاساسي للبنك مما رفعها الى 75 من 100 بالمئة وسجل التضخم في المملكة المتحدة بالفعل اعلى مستوى له في 30 عاما قبل العملية العسكرية الروسية لاوكرانيا مما ادى الى ارتفاع اسعار الطاقة وسيؤدي الى مزيد من الضغط التصعودي على توقعات التضخم للبنك المركزي وفي الاردن لم يختلف الحال كثيرا فقد اعلن البنك المركزي رفع اسعار الفائدة الرئيسية 25 لقطة اساس وذلك لكبح الضغوط التضخمية وبهذا ارتفع سعر الفائدة بالاردن الى 2.75 من 100 بالمئة وجاء ذلك القرار بحسب البنك في اطار المتابعة المتواصلة لاسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية وكذلك لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالميا اذا هو صراع كبير تخوضه الكثير من دول العالم في محاولة للتأقلم والتخفيف من تداعيات الازمة الاوكرانية وموجة التضخم العالمية على الاقتصاد العالمي قالت منظمة الصحة العالمية انها تحققت من 43 هجوما على منشآت رعاية صحية في اوكرانيا وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية تدريس أدهانوم أن الهجمات قد أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات من العاملين في مجال الصحة وأكد أدهانوم أنه في أي نزاعات تعتبر الهجمات على القطاع الصحي في اوكرانيا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي دون أن يحدد المسؤول عن تلك الهجمات تواجه الصين في الفترة الأخيرة تحديا رئيسيا وهو زيادة الإصابات بسبب متحور كورونا الذي لا يمكن التعرف عليه من خلال المسحة الطبية ومع تفاشي المرض في العديد من المدن الصينية وتحدي استراتيجية صفر كورونا في الصين لأول مرة منذ اكتشاف الفارس أعلنت السلطات الصحية في مدينة تشينجين رفع القيود المفروضة لمكافحة الوباء بشكل جزئي يبدو أن أزمة كورونا التي انتشرت في كافة دول العالم قبل عامين أو شكت على الانتهاء بعد ارتفاع معدلات التطعيم ففي الصين أمرت مدينة تشينجين مركز التكنولوجيا في جنوب الصين بالرفع الجزئي للقيود المفروضة لمكافحة الوباء ولا سيما في مينائها الحيوي للاقتصاد الوطني قرار المدينة جاء بعدما دع الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العمل على التخفيف من تأثير إجراءات مكافحة الوباء على الاقتصاد الوطني المدينة التي تقع في جنوب الصين وتضم آلاف المصانع الكبيرة في مجال التكنولوجيا كانت قد فرضت حجرا تاما بعد اكتشاف عدد كبير من الحالات المصابة بكوفيد ولكن قررت استئناف حركة النقل العام وعمل الإدارات والنشاط الاقتصادي في خمس مناطق مجلس المدينة برر الرفع الجزئي لقيود كورونا في خمس مناطق بأن هذه المناطق تم فيها وقف انتقال الفيروس بكين تلجأ في الوقت الحالي إلى رفع القيود الصحية رغم أنها تشهد أسوأ تفشي لكوفيد منذ الموجة الأولى وهذا ما تسبب في قلق السلطات حيال النشاط الاقتصادي بعد عامين على اعتمادها استراتيجية صفر كوفيد ما دفع الرئيس الصينية إلى تعزيز قطاعات تكنولوجية رئيسية مثل التطعيم والفحوص السريعة وأبحاث تطوير الأدوية طلب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب بيون سيوكيول من لجنته الانتقالي الرئاسية أن تولي الأولوية القصوى للتغلب على جائحة فيروس كورونا وخلال اجتماع اللجنة الانتقالية قال يون يجب أن تركز اللجنة الخاصة المعلية بأزمة كورونا على تدابير التعويض لأصحاب المشروعات الصغيرة بوجه خاص بالإضافة إلى قضايا الوقاية من الفيروس والقضايا الطبية للمزيد من المتابعة والتحليل المشاهدين بينضم إلينا الآن دكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة توتنجهام ببريطانيا أهلا بك في البداية على شاشة التلفزيون المصري وبداية بدأت بعض الدول في تخفيف الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا والبعض الآخر بازال يحافظ على ترك الإجراءات كيف تكيب إجراءات الصين بتخفيف قيود كورونا رغم ارتفاع عدد الحالات والله الموضوع أن الحكومات تنظر إلى الحالة الاقتصادية أكثر من الحالة الصحية الآن فالتركيز حاليا من عرض الحكومات هو التركيز على الحالة الاقتصادية للبلاد والعودة للحالة الطبعية ولكن كبريطانيا كمثل نجد أن الحالات بدأت تتزايد مرة أخرى نتيجة خفض الإجراءات الاحترازية ووصلت اليوم مثلا إلى أكثر من 50% زيادة عن الأسبوع الماضي فهي تلاحظه حتى الثانية طب توقعت حضرتك دكتور ياسر للفترة القادمة هل تتوقع في زيادة في أزمة فيروس كورونا وانتشاره بشكل أكثر وتوقعتك أيضا أو رؤيتك لمواجهة هذا الفيروس في الفترة القادمة أنا رأيي شخصيا أن لازم يكون التطعيم يتجاوز 90% من الشعب حتى يتم إلغاء الإجراءات الاحترازية واستبقية عدم تطعيم العدد الكافي من الشعب قبل إزالة الإجراءات الاحترازية كنت أدي موجة جديدة من الكورونا إذن دكتور يعني حضرتك بطارة أنه يجب زيادة أعداد الملقحين بلقاحات فيروس كورونا من أجل مواجهة الأزمة في الفترة القادمة دكتور ياسر الشربيني وضحت الصورة وأستاذ المناع بجامعة نوتنجهام ببريطانيا شكرا جزيلا لك وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جامعة طنطة بحضور مدير الكلية الفنية العسكرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورئيس جامعة طنطة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطة وذلك في إطار حرص القيادة العامة لقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية واجتمل البروتوكول على التعاون للاستفادة من إمكانيات الطرفين لتنفيذ بحوث تطبيقية لدعم النقل وتسويق التكنولوجيا والاشتراك في المؤتمرات العلمية وورش العمل وتنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية وبحوث التكنولوجيا وكذلك مشاريع التخرج للطلبة والدراسات العليا استقبلت مصانع الشركة الوطنية للمشروعات الانتاجية صافي بي سيوى التباع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وفدا من جمعية إحياء التراث المصرية ويأتي ذلك استمرارا لدور القوات المسلحة الرائد في المجال المجتمعية وتحقيقا لمسؤوليتها الاجتماعية وأعرب رئيس جمعية إحياء التراث المصري هشام الشذي عن فخره بما شاهده بالمصانع من خطوط إنتاج تتواكب مع أحدث التكنولوجيا العالمية في مجالات عمل الشركة مثمنا الدور الذي تقوم به الشركة في خلق تجمعات تنوية جديدة بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب نظمت القوات البحرية بالتعاون مع المؤسسة العلمية للقلب والشرين ندوة للتوعية بمرض قصور عضلة القلب لرفع مستوى الوعي لدى رجال قوات البحرية وتطقي فيهم بطبيعة المرض وطرق التعايش معه وذلك بحضر اللواء البحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوى قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات البحرية ونخبة من كبار أسادسة الأمراض القلب ونقشت الندوة العديد من الموضوعات خلال وقائع الندوة منها أسباب أمراض القلب والأوايا الدموية وأعراض النوبة القلبية والعوامل والأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بقصور عضلة القلب وأمراض الذبح الصدرية وضغط الدم مع عرض النصائح العلمية للوقاية من هذه الأمراض أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع عبد المنم التراس أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية وذلك تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعة الدفاعية جاء ذلك خلال المباحثات المشتركة مع جوزيف رانك الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة لوك هايد مارتين الأمريكية العالمية بفرع المملكة العربية السعودية وأفريقيا وخلال المباحثات أوضح التراس أنه تم بحث تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات فضلا عن بحث تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة في صناعات الدفاع المتطورة من جانبها أشاد رانك بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلة للتصنيع المحلية ووفقا لنظوم الجودة العالمية في مجال الصناعات الدفاعية مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية أعلنت وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان إلى 122.240 مواطن من خلال 77 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري ويأتي إطلاق هذه القافل ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية وفي بيان للوزارة أوضح أنه تم إجراء 15.320 تحليل دم وطفيليات وأشعة وعقد 21.322 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين لافت إلى تحويل 1093 حالة من المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة وإجراحات اللازمة على نفقة الدولة أسفرت أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة الواقعة شمال غرب هرم الملك راعب سقارة عن الكشف عن خمسة مقابر منقشة من عصرية الدولة القديمة وللانتقال الأول بداخلها ووجود العديد من المقتنيات الأثرية افتتحت وزيرة الثقافة إناس عبدالدين فعليات دورة ثلاثة ولاشين من مهرجان إسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يشهد المهرجان هذا العام تسعة عروض عالمية أولى ويعرض المهرجان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط الفلمين وطائقيين الحدود وأصداء ويقدم المهرجان تسعة عشر عملا تعرض جميعها للمرة الأولى في إفريقيا وتشمل العروض الأفريقية الأولى سبعة أفلام في مصابقة التحريك الحقيقة كمان حتى المحتوى يعني مميز جدا جدا على الرغم من كل الأحداث اللي بتتم طبعا هذا المهرجان عريقه تاريخه تلاتة عشر سنة النهاردة في عمره يعني دايما بيبقى فيه شيء جديد السنة هذه الحقيقة مهم جدا احتفاء المهرجان بمقاوية اكتشاف أخبار التوت عن خأمون والحقيقة تم بذل مجفوط كبير جدا جدا من القائمين على المهرجان من الأستاذ زينب والأستاذ سعد الحقيقة دورة تلاتة وعشرين لحن نتكلم عن عدد الأفلام في المسابقة الرسمية حوالي ستة وخمسين فيلم ده زائد أفلام تانية في برامج موازية كله يجمل الإجمالي يمكن مية وسبعة فيلم من واحد تلاتين دولة من مختلف يعني دول العالم أفلام متنوعة جدا ما بين تسجيلية طويلة وقصيرة أفلام رؤية خصيرة أفلام تحريك كل أنواع التحريك أنيميشن سلصال فنان من التراز الأول أثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال الخالدة إنه الفنان يحيى شهين الذي توفق اليوم ذكرى وفاته مزيد في سياق التقرير التالي حفر اسمه في قائمة عمالقة الفن ومن بين أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية شارك في تسعة منهم إنه الفنان يحيى شهين هذا كمان يا زف هؤل 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 يا زف لو تدخل مدرسة إيه إن شاء الله لو إيت يا بابا بإذن الله وبعد موافقة حضرتك طبعا أدخل مدرسة المعلمين العليا المعلمين العليا مدرسة المكانة مش كده يمكن بس أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده بس لازم تعرف إن المدرسة إيه من النادر إنك تلاقي فيها أولاد ناس طيبين ثم إن مهلة المعلم مهنة عيسى وغير محترمة هتلاقي إيه محترمة ترضى تجوز بنتها لوحد معلم ولد السيد أحمد عبد الجواد في الثامن والعشرين من يوليو لعام 1917 والتحق بمدرسة عبدين الابتدائية قبل أن ينال دبلوم الفنون التطبيقية عام 1933 من مدرسة العباسية الصناعية أعمل يحيى شهين موظفا في المحل ولكن شغفه بالتمثيل كان أقوى من أن يستمر في وظيفته حيث انضم للفرقة القومية للمسرح وعمل مع فرقة فاطمة رجدي التي شارك فيها بعدة عروض مصرحية منها مصرحية مجنون ليلى وروميو جوليت لم يكتفي شهين بالوقوف على خشبة المصرح ولكنه صال وجال في مجالات فنية أخرى فقد دخل المجال السينمائي بأدوار ثانوية كانت البداية بالوقوف أمام كوكب الشرق في فيلم دانانير عام 1939 ثم تكررت الأدوار مع بشارة وكيم عام 1942 في فيلم لو كنت غني إلى أن حصل على بطولة مطلقة وتفرغ للسينما عام 1946 شارك يحيى شهين في مجموعة كبيرة من الأعمال المهمة في تاريخ السينما المصرية ومن أبرزها ابن النيل جعلوني مجرماً وشيء من الخوف والأرض حتى آخر فيلم له وهو فيلم كل هذا الحب خاض يحيى شهين تجربة الإنتاج وحصل على العديد من الجوائز عن أكثر من دور ومنها دوره في جعلوني مجرماً رحلة فنية كبيرة تجاوزت المئة وثلاثين عملاً بين السينما والمصرح والتلفزيون إلى أن توفي في الثامن عشر من مارس عام 1994 تاريخاً إرثاً فنياً كبيراً رحمة الله على الفنان القدير يحيى شهين وبذلك وصلنا معكم لنهاية نشرة الثالثة ولم يتبقى لنا سوى تذكرة بأهم العنوين مظومة الشكاوى تواجه محاولات بعض التجار احتكار أنواع من السلع والحكومة في صدور قرار بوقف برنامج تكفل وكرامة شكري وصل زيارته إلى جاكارتا ويسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس الأندونيسي استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وموسكو تتهم كييف بعرقلة المحادثات إلى هنا مشاهدين تنتهي جولتنا الإخبارية من الثالثة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة